نكمل بقى الأمراض كنا وقفنا عند التراب الوجداني التراب الوجداني بقى ده خلاص ده احنا كده داخلين المستشفى يعني ده بقى دمرض بقى شديد لان هو بيبقى فيه بقى بيسموه عندنا حرقة زيادة كلام زيادة راغي ما بينامشوا خالص عمف ممكن يبقى فيه حاجات خارجة مش طبعية بيشتم بيشتم اهله ويشتم الجران حاجات كلها ايه مش هو فدي بنسميه عندنا الهوس او نوبة السعادة الزائدة يعني ودي المقابل لها الوش التاني لكتاب يعني يجيله نوبة كده ويجيله نوبة كده مش فيه برضه هو البيبولر ما هو ده البيبولر هو الاتراب الوجداني هو البيبولر تسورتش شوية مكتاب وشوية مهوز المراحقين في منهم ناس يجيلهم نوبة واضحة جدا كده ونخش المستشفى ونخرج وتمام لكن فيه ناس بيجيلها حاجات اللي هي بيسموها ايه التبك اللي هي مش كل الاعراض مش كل الاعراض متفقة فتلاقي ايه اوقات يبقى عصبي جدا اوقات مش عارف ايه يجيله نوبات ايام يبقى عايز يعمل كل حاجة واوقات تانية مش عايز يعمل حاجة خالص ونفيس يجر على طول فدي كلها حاجات طبعا واضحة واضحة ان لا ده انت عندك مشكلة في الولد ده لازم تتنبه لها اخفاها او اهمالها او غض النظر عنها خطير وبعدين كتير مثلا اهل مثلا خلينا نمشي برضو تدريجي كده احنا قلنا التوتر وبعد كده اترابات المزاج اللي هي الاكتئاب والاكتئاب الوجداني الخطوة اللي بعدها اللي هي برضو موجودة وده سن بدايتها هي الفصام او مرض الفصام او السكيزوفرانيا اللي هي الولد بيبدأ بقى يبقى ايه ده اللي نعزال الشديد ده اللي الناس كلها بتتكلم علي وبيجيبه في سرتي وعايزين يموتوني وانتوا بتحطولي سما في الاكل اللي هي بقى الابن رمال قوي ساعات اهل يقولك ايه ده محسود ده معموله عمل ده مش عارفة ايه هي عضو بقى يمشوا في السكة دي ايوان وهي اصلا حديد بيتيجي في اولاد بيبقوا مثلا جايب في الاعدادية مثلا مية في المية وتلاقيه بعد الاعدادية ظهر عليه كل الاعراض فبعد ما كان وبتقولي حضرتك ان ده السن المرشح 15-19 سنة في الاولاد السبيان كمان السبيان فده سن يعني انا لازم اخد بالي فدي مهمة جدا ده بقى بسرعة لان انا كل تأخير كل ما بيزود الاعراض اللي هي الانسحبية والتضهور اكتر وكل ما يبقى رد الفعل الاهل اللي هو ايه يا ابني ما احنا كويسين معاك احنا مش عايزين نأزيك طب حديدك قولي من نهارده العشر تلاف سنة قده ده اعتقدات راسخة خطئ مرض ده مرض بقى عضوي ده الكيميا بتاعت المخ لا ده خلاص ده مرض يعني اتشخص هيفضل ياخد دواء غالبا للعمر كله يعني